اهلا بكم عيد الفطر النووي حل على ايران احتفالات ومظاهر نصر بعد 36 عاما من الصوم بالعقوبات والاغلاق وقبل حلوله فانك تستطيع ان تضبط العيد بالوجه الشرعي في شوارع الجمهورية وعلى وجوه السياسيين وفي امال الناس الذين حصدوا جنى سمودهم وفي اول ايام حسبة النووي اصبحت المواقف مكتملة تدافع اوروبي نحو السوق الايرانية هواتف طمأنة من الرئيس الامريكي الى كل من نتنياهو والملك سلمان لتبديد القلق المشترك والعرب درجات من تقبل التهاني كاصحاب العيد الى الترحيب بحذر لكنهم في الحصيلة اخر المقررين وسينتظرون حل مشكلاتهم على السلم النووي وبالتدرج سوف تأتي اليمن اولا وربما يقع دور لبنان في اسفل اللائحة وما بينهما العراق وسوريا وخطر الارهاب ولذلك فان اتصال اوباما بالملك السعودي جاء متضمنا العنوان اليمني مع اعلان البيت الابيض ان الرجلين نقشاء الحاجة الملحة الى وقف القتال في اليمن وضمان مساعدة كل اليمنيين عبر القنوات الانسانية الدولية حاول اوباما تبديد مخاوف المملكة وفي اتصال شبيه حقنا نتنياهو بمخدر امريكي يقوم على ثوابت ضمان امن اسفائيل لكنه في خلاصة الاحكام فعل ما تقضطيه مصالح امريكا في العالم والمنطقة وان وضع ايران على حدود الدول النووية وما ان بزغ فجر الاتفاق حتى طلعت الجلسة علينا وضرب مجلس النواب موعدا مع جلسة انتخاب الرئيس تحمل الرقم 26 وفيها وضع رئيس الجمهورية على مفاعل النووي وطرد مركزي لكن طريق فيينا لم تمر من ساحة النجم وليس من بين الحاضرين اي ضريف باستثناء الرئيس فؤاد السنيورة الذي لو لا كلام الناس لرافق لوران فابيوس على اول طائرة تقلع الى تهران ربما نحن لم نقرأ الرئيس السنيورة جيدا في السابق فالرجل اتضح انه يسعى لعلاقات جيدة بايران وهو عبر اليوم عن امور تجمعنا معها وعن تاريخ طويل من العلاقات بين ايران والدول العربية نحن كلبنانينا فهمناه خطأ طوال سنوات الحكم وما بعدها فليس السنيورة هو من سابق الى ايران او من ساق الى ايران 13 اتهاما دفعة واحدة في احتفال الرابع عشر من اذار في الليبيال قبل ثلاثة اشهر لقد شبها لنا انه هاجم طهران فزاعت الفرسنة واتهمها بطوريط اللبنان واللبنانينا في حروب هنا وهناك واطالة امد الشغور الرئاسي وتفعيل التصادم بين السنة والشيعة والعمل على مشروع فارسي للمنطقة فسنيورة بعد النووي ليس كما قبله من سقور الى حمائم ولو عاد به الزمن رئيسا لوقع مع طهران عقود السلاح للبنان ولانار بيروت من مفاعل بوشهر الكهربائي وبما وقفه اليوم فقد استبق الرئيس سعد الحريري ليس الى الاعتدال انما الى الانبطاح هذه هي العلامة الفارقة الوحيدة التي لمسناها في لبنان بعد الاتفاق النووي اما البقية فتكاد تسمى علامة فارغة بحيث لا يتوقع ان يصلنا من نعيم فيينا سوى تعزيز قدرة حلفاء ايران في لبنان الذين سيكافؤون على اقل تقدير بفوائد المليارات المسترجعة من العقوبات